المجلس الأعلى للمرأة ونقطة انطلاق لمنظومة عمل متكاملة نحو تمكين المرأة وتقدمها نظرة ثاقبة ومتابعة حثيثة مستمرة وجهود دؤوبة وتوجيهات سديدة لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله التي أسهمت في وصول المرأة البحرينية إلى المكانة التي تحظى بها اليوم في مختلف المجلات وعلى كافة المستويات فقد خصصت صاحبة السمو الملكي الجانب الأكبر من وقتها واهتمامها وجهودها من أجل نهوض المرأة البحرينية ووقفت سموها خلف الكثير من المبادرات النوعية الهادف إلى دعم المرأة وإعلاء شأنها ودمجها في مسار التنمية الوطنية وذلك من خلال وضع الاستراتيجية الوطنية لنهوض المرأة البحرينية من قبل المجلس الأعلى للمرأة والتي جرى اعتمادها من قبل صاحب الجلالة الملك المعظم وباتت هذه الخطة منهاجا لعمل المجلس كما وعملت سموها على إعلان برنامج هو الأول من نوعه في المنطقة العربية للمشاركة السياسية للمرأة البحرينية وذلك في عام 2006 ويهدف إلى دعم وتمكين المرأة البحرينية من خلال تقديم البرامج التدريبية والتحفيزية المتخصصة والاستشارات النوعية لدعم مشاركتها في الشأن العام وتهيئتها للدخول في المجال السياسي من خلال القنوات الدستورية التي تضمنها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم وكانت قد استبقت ذلك بجولات في كافة محافظات المملكة لحث المرأة على المشاركة في انتخابات عام 2002 كمرشحة وناخبة وفي العام 2008 أطلقت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة مبادرة يوم المرأة البحرينية والتي باتت مناسبة وطنية تحتفل بها مملكة البحرين في الأول من ديسمبر من كل عام بشعارها الرئيس قرأت تعلمت شاركت للاحتفاء بالشراكة الوطنية للمرأة البحرينية في بناء الوطن وتشجيعا من سموها للوزارات والمؤسسات الرسمية والخاصة على دعم وتمكين المرأة البحرينية العاملة وزيادة نسبة تأهيل وتدريب المرأة وإدماجها في خطط التنمية الوطنية وتحليق أعلى المستويات في تبوء المرأة للمراكز القيادية والتنفيذية وصنع القرار والتزامها بسياسة عدم التمييز ضد المرأة أطلقت صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة جائزة سموها لتقدم المرأة البحرينية والتي حققت نجاحات متزايدة خلال جميع دوراتها السابقة وانتقلت تجربة مملكة البحرين للعالمية مع تخصيص هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالشراكة مع مملكة البحرين جائزة سموها العالمية لتمكين المرأة في يونيو من العام 2016 في إطار سعي مملكة البحرين وبالتعاون مع المجتمع الدولي للإسهام في بيان ما يتحقق ميدانيا من تقدم المستدام لضمان التنافسية والعدالة المشاركة بين الجنسين ولتعميم أفضل المنهجيات والممارسات الفاعلة لتعزيز مركز المرأة على المستوى العالمي ولإيجاد فرص متكافئة للمرأة والرجل في البرامج والمشاريع والخدمات التي تقدمها الدولة جرى إنشاء اللجنة الوطنية العليا لمتابعة تفعيل النموذج البحريني لإدماج احتياجات المرأة في برنامج الحكومة برئاسة سموها وعملت اللجنة على تبني نموذج وطني للتوازن بين الجنسين تضمن إجراءات وضع موازنات مستجيبة لاحتياجات المرأة وإنشاء وحدات تكافؤ الفرص في وزرات ومؤسسات الدولة الرسمية وإصدار تقرير وطني لقياس التوازن بين الجنسين إلى جانب مرصد وطني متخصص في هذا المجال وفي مبادرة كريمة من سموها لرعاية وتشجيع رائدة الأعمال البحرينية الشابة وإبراز الطاقات والكفاءات الشابة المتميزة في مجال ريادة الأعمال ونشر ثقافة الروح الريادية بين الشابات وتشجيعهن على المبادرة والإبداع تم إطلاق مبادرة امتياز لرائدة الأعمال البحرينية الشابة وتمنح نظير المشاركة في تنمية الاقتصاد الوطني والجمع بين الريادة في إدارة إحدى المؤسسات الاقتصادية الخاصة والتميز في النهوض بمسؤولياتها الاجتماعية نحو المجتمع وعلى صعيد دعم الأسرة البحرينية حرست صاحبة السمو الملكي على تطوير البرامج الوطنية الموجهة للاستقرار الأسري للمرأة البحرينية بهدف تحقيق الأمن والأمان لأفراد الأسرة الواحدة مما ساهم ذلك في تطوير الكثير من الخدمات الموجهة للمرأة البحرينية ومن بين أبرزها الخدمات الإسكانية وفرصة حصول أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني على الجنسية البحرينية إضافة إلى العديد من البرامج التي تركز على استقرار المركز القانوني للمرأة البحرينية على المستوى الأسري وتهتم سموها بتوسيع مظلة استفادة المرأة البحرينية من الخدمات الإسكانية كجزء من برنامج متكامل يتيح لها مستوى يرفع من جودة حياتها وقد أسهمت جهود سموها في استحداث فئة مستفيدة من السيدات المطلقات والأرامل والعازبات ممن ليس لديهن أولاد أو عائل وتستفيد المرأة ضمن تلك الفئة من حق الانتفاع بالوحدة السكنية دون تملكها كما تتابع صاحبة السمو الملكي وبشكل دقيق أعمال وبرامج الجمعيات النسائية المتعددة في المملكة وتسعى من خلال مؤسسة المجلس الأعلى للمرأة لإيجاد السبل للتعاون المشترك مع هذه المؤسسات المدنية على صعيدي العمل النسائي والأسري كما وتولي سموها اهتماما بالغا بدور الشباب من الجنسين في رسم السياسات المستقبلية وإعدادهم الإعداد الصحيح كقادة للعمل النسائي في المستقبل وأتمثل ذلك في إنشاء أول لجنة للشباب تابعة لمجلس نوعي مختص بشؤون المرأة وهو المجلس الأعلى للمرأة هذا ومنحت سموها العديد من الجوائز والأوسم نظير دورها الفاعل في مجالات العمل النسائي والاجتماعي تقديرا لجهود سموها الطيبة ومواقفها المشرفة الرامية إلى رفع مكانة المرأة البحرانية وتقدمها وتطورها في كافة المجالات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر